من هو ميشيل سليمان؟ هو نفسه هذا الذي يقول هذا الكلام الذي رعى هذا الإرهاب في تواجده وفي تمكنه من الأرض اللبنانية في سنسلة الجبال اللبنانية. رعى واستعمل التعبير وأنا مسؤول عنه. رعى من؟ رعى تبه شعبون أنا مسؤول عن هذا التعبير وأنا أطالب بمحاكمة إن لم تكن محاكمة خليني كفي أرجو لأنه هي نقطة في غاية الأهمية إن لم تكن محاكمة ذات طابع قضائي فلتكن محاكمة أمام رجال اختصاص في هذا المجال يتولى هو أمر الدفاع عن نفسه ونحن نتولى أمر الدفاع عن نفسنا فيه أنت تتذكر أن الجيش اللبناني تم الاعتداء عليه في هرسيل من قبل هؤلاء قتل زباط اعتدي على كرامة عسكر وقف وزير الدفاع الوطني في حينه بموجب بيان رسمي صدر في مكتب وفي وزارة الدفاع بوجود 32 عميد يقول فيه أن هناك إرهاب في هذه المنطقة على كعبة هذا الرجل الذي مد وميشيل سليمان وقف ليقول لا ما فيه عندما طوقت إرسيل وكان المقصود تطويق هؤلاء في إرسيل لأنه إرسيل قرية وطنية في الذات أتبيتها بالجيش اللبناني منع هؤلاء برئاسة ميشيل سليمان وبرئاسة الحكومة التي كانت في حينه من أن يقوم الجيش اللبناني بأي خطوة تمكنه من استرداد العسكريين